هذا وقد انتهى حجاج مملكة البحرين من أداء مناسكهم بمشعر عرفة تحت أمطار الخير حيث وصلوا إلى مشعر مزدلفة بسلامة ويسر استعدادا للذهاب إلى مشعر ميناء لرمي الجمرات وسط أجواء مليئة من رحمة والطمأنينة في موقف مهيب احتزت له النفوس وتضرعت فيه الأفئلة وقف أفواج ضيوف الرحمن على صعيد عرفات من أجل أداء ركن الحج الأعظم وفي هذا المشعر وحرصا من بعثة الحج البحرينية في الأطمأنان على حجاج المملكة تفقدت البعثة جموع الحجيج من المواطنين والمقيمين وزارة الحملات البحرينية ووقفت على سلامتهم كما وبادلتهم التهاني بعيد الأضحى المبارك نحن الحمد لله اليوم متواجدين في مشعر عرفات ومن خلال زياراتنا للحملات وزياراتنا للحجاج البحرين الحمد لله لم نرصد أي حال غير طبيعية وجميع حجاج مملكة البحرين متواجدين اليوم ويدون مناسكهم في أمن وآمان وطمأنينة والحمد لله كل خدمات متوفرة وموجودة الحب نطمن الأهل البحرين أن الحمد لله يمر كلها طيبة اليوم صحيح في أمطار لكن ما في أي حالة لا سمع الله خطرة ولا شيء وكلنا بصحة وجيدة وبين لفيف الحجيج وسط مخيمات جمعت مختلف الألوان والأجناس نثر الحجاج البحرنيون في هذه المشاعر مشاعرهم وأرسلوا سلاماتهم وأمنياتهم شعور كلش كلش رهيب يعني خاصة نحن كنتونا كملنا الدعاء فجأة يعني سمعنا صوت المطار طلعنا طبعا برا يعني كأننا مثل الله قاعد يقول لنا ترى استجابة دعااتكم يعني وشعور رهيب ما أقدر أوصفه صراحة خاصة لأنني أول مرة يعني أجي وما أدري ما أقدر يعني أوصف الشعور الصراحة يوم زاد المطار دخلنا داخل ولكن الحمد لله يعني كان الثباط موجود عندهم وشقلوا يعني الدعاء الجماعي بداية الفقرة ما الدعاء الجماعي ودعينا فيها إلى يعني تقريبا خذ لنا ربع ساعة إلى مو أكثر وبعد ذلك تم الدعاء الفردي للأشخاص والحمد لله وكلهم مطمئنين ولا فيهم فزع ولا فيهم خوف وكانوا كلهم مطمئنين والحمد لله رب العالمين وطلب من ربي يغفر لذنوب كلها وانأخطات فربي إن شاء الله يتقبل دعائي وإن شاء الله يتقبل دعاء كل المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبلنا عندك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واعفو عنا وتقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين موسم شهد مئة ألف جهد بشري سعودي في أرض الميدان جعل الحجاج يدخلون عيدهم دون عناء أدوا مناسكهم وأبحروا في هذه المشاعر تحت أمطار الخير والبركات التي تحفها الدعوات والابتهالات والسكينة بتلفزيون البحرين صالح يوسف مكة المكرمة